اليوم قدمتوا مستوى جيد جداً بغياب لعبان أساسيين وبغياب مدرب مع أنه بالفعل المدرب جورج جعجا يعني خاصة لعب روتايشن كبيرة أدى قدرتوا اليوم يعني كان فيكم كمان يمكن تخلصوا الجامل لو أخدوا اثنين تكتك الفاول كمان يمكن مش بوقتهم أول شي مثل معلت جورج عمل شغل كتير منيح سألوا معنا كل سيزن بيعرف اللعيب كتير منيح بيعرف اللبنانية خاصة لعبنا منيح عملعب أجنب واحد حتى ما لعب كل الجام يعني لعب ممكن 25-30 منتز في محال ما كان منيح على يعني ضيع فرص سهلة مظبوط يعني ما عشت بيقول غيات للأسف يعني وضعنا هيك فريقنا أحسن من هيك لعبنا منيح تنبسط نلعبت منيح وسنفس الوقت زعلانين على السيزن كيف عم بتروح عملعب بأجنب واحد وكمان هيدى أنا بتمنى من كل القايمين على اللعبة خلص يعني ثلاث أجانب حرقتها لللعبة حرقة العيبة اللبنانية دمرتهم الإدارات ما عم بيعفوا يتصرفوا بيغيروا 11-12 أجنب 3-4 الفرق بالسيزن كان عحسابهم يخففوا البجت البجت عم بيزيد ما عم بندفع لللبنانية يعني في كتير مشاكل صار وقت ينحط الله حد وتتغير استراتيجي طبع الاتحاد وطبع اللعبة حرام يعني في كتير potential كل فريق عنده 6-7 لبنانية فيهم يلعبوا قاعدين كلهم برا عم يلعب ب3 أجانب الرول طبع اللبناني قال يمكن رياضة الفريق الوحيدة اللي عم تكل مظبوط على لبنانيتو وعم بيشتغل بطريقة صحيحة هاردلك لقلنا ومبروك للأنتونية وكمان شو كما تقلش هي لا لا تقلق كمان يعني نشكر كتير دعم الأشخاص اللي وقفين حد نادي بيبلوس وعننا ساقة فيهم انه بعد يكملوا هيدا الدعم وما تخلص سيزن بهيدا الطريقة المشلة المدية يعني العم يبروك فيها البلد كله رودريك يعني خلا نقول انه وضع البلد كله مصدوشلة اقتصادية ومشلة كمان الاقتصادية عم الطال الأندية برأيك شو هو اللي هي المشلة هل هي لانه حجم اللعبة اكتر من ما بتحمل يمكن يعني غياص ما عم بيكون في وضع خطة مصدوطة من قبل الأندية انا بفهم انه وضع البلد كتير عاطل بس انا عندي سؤال عندك نص الأندية هالسنة عم بيدفعوا لللاعبين الأجانب ما عم بيدفعوا لللاعبين اللبنانية يعني ايا في مشكلة على كل العالم يبقى لعبين الأجانب يكون عرخص يمكن منهم عرخص لا بس اكيد ثلاث أجانب ما حيكونوا عرخص من عشر لبنانية امر طبيعي عندك عشر لبنانية قبل ثلاث أجانب ما حيكونوا الثلاث أجانب أغلى من عشر لعيبة طبيعي بس الفرع عم تشوف انه بيقدروا يكملوا السيزن ولعبوا بثلاث أجانب عم بيتفرفوا بهذه الطريقة عم تطلعART覆أنا في رأيكم عم تطلع براس اللعابين اللبنانية لأنه عم بتقلوا انه اللعبين الأجانب يقدروا يتفعولاهم وعلى حساب اللعب اللبنانية انه بيقدر يأخر عليه أو يعني يخفف هذا شيء يعني حرام يعني في انه نحن كمان آخر تنهار العبين الأجانب هن لعبي بروفشنل عايشين موارع لها اللعب بس مننسى انه نفس الشى اللعب اللبنانية يعني كل لعب اللبنانية نفس الشي نحنا ما بنشتغل. هيدا شغلنا نتمرنا نصبح عشية كل يوم. انو قال له شي ناخد احترام من الادارات يلي عم بتقوم بهيدا اللعبة. واخر تنهار الادارات كلها لبنانية. والادارات كلها اقراب لقلنا. بلك اصال ادارات اجانب بتزبط اولاك? يمكن بيصير في نفسي اكتب. يعني انا من حرقتي مش بس ع فريق انا. يعني نص الفرق هيدا السنة واقعين بهيدا المشكلة. اكيد. مشكلة تمبدأ كمان. هي في نص فرق في مشكلة واقع. في نص فرق ست فرق خمسة او ست فرق من قصة العشرة. والسؤال الكبير انو السن المقبلة مينة حيكمل. هون السؤال يعني. اه في مشكلة كبيرة باللعبة بتصوير. طبع الفريق. ازا ما في بجت. ينحط بجت قليل. يعني حتى لو اجنب واحد. ازا ما فيه سيولة بالفرق. ما حيندفع كتير للبنانية. ما خاص انو فيه منذكر اخر سنة. هي عرض وطلب. هي رضيك عرض وطلب. عرض وطلب. ازا ما فيه. يعني اليوم فيه لعبين لبنانيين. اه بكلفوا اكتر من ثلاث لعبين اجانب بفريق واحد يعني ومنعرف الارقام يعني. ما بدنا نقول ارقام على الهوى. بس اه في في كتير لعب واكيد بيستاعلوا مع قلبهم. يعني باخرة نهار هيدي الشعب. هيدي اللعبة الشعبية الاولى بلبنان. اللعبة الشعبية الاولى بلبنان. كل العالم بيحضروها. اكسبوجر كتير كبيرة على تيفي وان ما كان. يعني هيدول اشخاص ما بدنا نكون انه لاي هيدا عم بياخد هالقد. خي اقوى حكيم بلبنان قد بيقبض مسلا. او اقوى مهندس بلبنان قد بياخد. طيب شو المشكلة ازا لعيب باسكت كان كتير منيح وعم بيروح يلعب برات لبنان وعم بيمثل اسم لبنان. وعم بيعمل شي اسمه رياضة. يعني احلى شي بالدني. رياضة. انه منزعل ازا عم بيقبض كتير مساري او منقول. لا لا اكيد ما لازم بالعكس. هي 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 بتصور بتصور بدريقة المشي الوحيدة انه اه لازم كل واحد يمكن على قد حجمه يركب فريقه. بتصور هيدا هي المشي الاساسية. مش. اه اكيد كل النقط اللي قلتها تحترم ويمكن معاك حق فيها. بس بتصور مشي الاساسية انه الواحد عقد ما معه بيشتري. يعني اه في سيارة حق عشتة الاف دور في سيارة حق ميت الف دولار. اه الواحد بيشتر السيارة اللي بيقدر بيقدر يشتريها. هون بتصور يمكن. او يمكن. هاي دي نقطة معك حقية. او يمكن او يمكن فيه كمان اه كان فيه طموح انه بتعرف انه نحنا ببلد ما فيه استابلتي. كان انه ممكن امور تنحل بعدين وما عم بتنحل. لانه البلد للأسف لورا مش لقدام. انا انا معرف انه كل الادارات عم بيتعبو. عنده طموح اكيد اكيد. عم بيركده ورا كتير عالم. صعب صعب. اكيد صعب. اه. متل ماهنة يعني كمان يعني بيرحق كل شي بيرحق تيفيه. بيرحق التيفيه كمان. يعني في مشتي كبيرة. اه بالبلد للأسف. هاي ده الشي عم ينعكس على كل الاجواء. عليكم كلاعبين. اه او انتو كلاعبين لبنانيين. لانه اه كمان بتجي بتقول انه انا انه هيدا فريق بدي جرب. متل ما انتو لو عم تلعبوا بهيدي الظروف استعبال. لاعب الاجنبي. ما رح يفكر هيك يعني كمان. انتو بعد فيكم باينه اكتر يمكن. لانه اه ابن البلد متل ما بقوله يعني. صح. صح. اه اه يعني اه كتير مهمة يلي قلتها. ان شاء الله الازان تكون سابعة وان شاء الله اه وضع البلد ينحل بتصور بتنحل كده المشاكل لانه بتصور كده ادارة. مش بس لا يعني غير الوضع المادي موضوع تلات اجانب خلص يعني. يعني مش محمول بقى ما في حدا بالباسكت اه لعيبة كوتشية ادارات بيعرفوا مزبوط باسكت وبيهمهم مصلحة اللعبة واللاعب اللبناني واللاعبة بشكل عام ما عم بيحكم بهيه الموضوع. خلص يعني صارو تلات سنين. انت برأيك لو كيف في اجنبية ما كان في مشتب اللعبة اليوم? اكيد كان احسن من هاكي. انا احسن من هاكي. لانه الاندي عم بيتكلون هو تلات اجانب. اه بيقدروا مزبوطة بتلات اجانب بيعملوا جود ريزالت. سو بالسنة بيضل يغير اجنب اتنان تلاتة اربعة خمسة. في عندك نصف الفرح. عم سيت في صرف مان. صاروا مغيرين عشر اجانب. برأي انه بغيروا هاي الاجنبية. تاعة تطلع باخر سنة انت ادا دافع على الاجانب. بكفي تغيير الاجانب والتيكت سبعهم والمنامي. هيدول بيغطوا نصف البجت. يعني بدي هاي عم نرجع نفس القصة لاشي لادارة. اه. ادارة بس هيدي. بس ما لانه هيك الادارات لازم خي مصلحة اللاعب لبناني مضروبة. البجت ما عم بين عرب في نعمل كنترول عليه. بيتحمس وبيغيروا الاجانب ناسين اللبنانية. وبلاس الريزالت ما عم تكون منيحة في كومبتشن. انا بدعي من خلالك. لست اي بلبنان هي اكيفالانت للسالري كاب. بره بتقدر تعمل سالري كاب فيك تحط سقف للمعاشات. لانه كل شي الكونترايات بالاتحاد. بلبنان ملنا قدرين نعملها. في قصص بتصير تحت الطاولة طبيعي. بس الا الا هي اكيفالانت. لانه بمجرد ما نحط. كانت ناشحة. اصلا. اصلا كتير ناشحة. لازم نرجع خمس فرقة عشرين لاعب اجنب. ازا في خمس فرق. وعشرين لست اي. اربعة بكل فريق. عملين لست اي عشرين لعيب. خمسة بكل فريق. يعني عندك اربعة ازا فيا معهم ما صارع. انا يعني اخادوا احسن عشرين لعيب. انا اول شخص اصدرق اول شي اثرت فينة بلبنان وكان احسن شي صار معي بالكارير طبعي. انا كنت مع الرياضة.. كنت مع الرياضة. كان في عنا تمانية او تسعة لعيبه بمنتخب لبنان مع نادر رياضي عملوا الليست اي بس خمسة بالفريق عملولي كات انا اخر جمعة من القبل ما تبلش سيزن عملولي كات يعني كان موقف لقلي صعب وحسيتها شو عم بيصير وما بعرف شو اطلعت على فريق ما معه هالبجت الكبير بس رحت لهونيكي انا وثلاث لعيب اللي في اللينا عملنا احسن سيزن لقلنا بالكاريير تبعنا يعني انا ضحيت وقته يمكن بمبلغ من المساري كنت رايي اكبر بريافي استفدت وهيدا الشي لمصلحة اللاعب وهيدا شي اللي لازم ينعمل حرام يعني عن جد حرام روح كي مع ادا في لعيب بلبنان مية مية وخمسين دب خلي واحد يعطي غير رائع يعني بتصور لست اي مع 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 اللات جنيس مع اللات جنيس لست اي تكون فار فادي الخطيب وسماعيل احمد انا لقالي بتمثل فيهم هوني رول مادلز والشغل يلي بيعملوه والتمرين يلي بيعملوه لا مثيل لقلو الديكيشن اللي عندهم اياها لا مثيل لقلو بس هول اللاعبان بعضهم احسن لعيب بلبنان انا بنظري ما فيك تحط كريتير انه اذا فوق الخمسة وثلاثين منو باللست لازم يكون الكريتير اوبجيكتيف هيدول اللاعب بعضهم بيعملو هيدا الفرق الاي اي 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 اذا عمرو اتنعشر سنة صح ولا عمرو اربعين سنة اذا عم بيعمل هيدا الفرق بالفريق هيدا الشخص لازم يكون باللست اي الرياضة ما لازم يزعل اذا شلولوه اللاعب من فريقهم لانه هيدا لمصلحة اللعبة وبيبين غير اللاعب اللي نيمين عندهم عالبانج بروحوا بيلعبوا هوني خلقت مشكل كبير هالا عم عندي انا عم بحكي بطريقة بطريقة مجردة اوبجيكتيف مع كل الاشخاص بكل محل رح يكون فيه تطحية معينة بس لمصلحة اللعبة خلص تنعمل بقى سنة ثلاث سنين نص اللعبة اللبنانية اذا بتروح بالانطورة بضين واقفوا يلعبوا باسكت خلص يعني بتمنى انا من حرقة انا عم بحكي ولو مصلحة اللعبة انا صلي اكت 12 سنة 13 سنة بلعب هاي اول مرة بتصير الباسكت هوني الجو عاطل بالادارات وضع البلد عاطل وبنفس الوقت وضع الباسكت اللعيب كتير عاطل بتمنى انه يصير في تغيير ويسمعوا الاشخاص اللعينين على لعبة ويسمع في رسائل كتير مهمة قلتها اكيد بنا بشكرك رودريكا حايل تانك